عندما نعطي تيار كهربائي لملف ما سوف يتشكل مجال مغناطيسي للملف تكون شدة المجال المغناطيسي تساوي قيمة التيار ضرب عدد لفات الملف ضرب النفاذية المغناطيسية تقسيم طول الملف ويساوي شدة المجال المغناطيسي النتج وحديثنا ليس هنا إنما نقوم الآن بمراقبة وشرح كيفية حدوث الرادة الحثية في دقيقتين أو في دقيقة عندما يمر التيار الكهربائي عبر الملف يتولد مجال مغناطيسي الآن يوجد مجال مغناطيسي للملف ثابت في الشدة وعندما ينقطع تيار المصدر أو تنتهي زمن النبضة سوف يتلاشى المجال المغناطيسي يعني سوف تهبط شدة المجال المغناطيسي إلى الصفر وبسبب هذا الهبوط سوف يتولد تيار كهربائي من الملف يعني عندما يتم قطع تيار المصدر بعدها مباشر سوف يتولد تيار من الملف ويسمونه تيار الرادة الحثية أو التيار الحثي يمكنك وضع حمل ما يعمل على تيار الرادة الحثية باستخدام دايوت وترانستور فولت تيار الرادة الحثية وعلى حسب مواصفات وأبعاد الملف يرتفع إلى قيم أكبر من قيم فولت المصدر بكثير يمكنك رفع الـ 12 فولت إلى 200 فولت أو أكثر وذلك عن طريق وضع ترانستور لتقطيع التيار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر